السلام عليكم الزول في الاول مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم اثاث الثقة اثاث الثقة كما بدتكم دائما ننجوكم بالجديد هذا المرة جبنا لكم غرفة نوم جديدة خاوتنا لي بزاف شبالي راهي تحت اسم ريدا خاوتنا عن عميه شوم الريدا لي دخلتنا بقوة خاوتنا راهي انبار ويش حاجة ما شاء الله قبل ما نبدأ لكم الفيديو نشرحها لكم بالتفاصيل قولوا لكم دلونا اابوني وروحوا الشاركو الشاركو فالهدايا راهي دارتها لكم اثاث الثقة نبدأ لكم على بركة الله بالليتاح كما راكم تشوفوا كابيتوناج لانتوراج كامل اللي راهو بالخاش بحاجة ما شاء الله خاوتنا راح تلقاه نفس الكابيتوناج اللي راهو في الباش كلير ونقدري كامل باللوح خاوتنا في البتي دوسي كذلك ننتقلوا نشوفوا لطاب دينويتاح اللي راهي بالشكل هذا المميز الجميل خاوتنا فيها انسول تيروار حايدة زجاجية في اللون الاسود من الفوغة كما راكم تلاحظوا اما بالنسبة للتيروار توار راهوا براية تركي يا خاوتنا وفيرتور فاصيل مش راح يتعبكم في الفتح خاوتنا اما بالنسبة للداخل راهوا يرفض حاجة ما شاء الله كما راكم تشوفوا واسع الله يبرك سوفوا نظروا لخافش حاجة اللي بزاف تحبوها خاوتنا اللي بعيدة فالتي تverbين ب البحالو نوبيها وكذلك نفس التصميم اللي راح تشوفو في لقارتروب حاجة ما شاء الله فيها تيروار كبر ملفوعات دوت التيروار وفيها مفاجأة خاوتنا ندميها هذا الكوافز فيها مميزة الكثير من الوصف كما تروني تركيا تركيا المميزة ومميزة كما تروني كما تروني مميزة كما تروني كما تروني البيج ننتقل ونرى الآن المرأة الغرفة يخيرون الغرفة على حساب المرأة كما تروني ونرى مرأة يوجد للنشف ونرى مرأة ملاحظة أيضا ونرى خشب ونرى خشب يجب أن تفتح كما تروني ونرى مرأة يوجد ونرى مرأة ونرى مرأة سيضع من هذا المنظر يعني أنه ليس جميلة أما بالنسبة للتقسيم الداخلي ما شاء الله الله يبارك كما رأيكم 1 زوج 3 أو 4 معلوبة 5 إطارات من الجهة اليمنى والجهة اليسرى و كما رأيكم تلاحظون أنه ليس طاجر رأيهم مواسعين أما بالنسبة للوسط ستجدون أي طاجر و إسباس بورلاتنانج كما رأيكم تشوفوا ما شاء الله في الطول زوج 153 والارتفاع زوج 120 يعني رأي شيء ما شاء الله أما بالنسبة لغرفة النوم ريضاء رأي بسعر 14.8 مليون مع النقل والتركيب مجاني لـ 58 ولاية ما نحن نجيبوها لك و نركبوها لك في دارك خاوتنا مهما وين كنتوا اللي طالبوا الاستفسار لأرقامنا هم أسفل الشاشة في الأخير خاوتنا موقع لي غير نقول لكم شكرا على مشاهدة الفيديو نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله و بعد الكلام سلام ترجمة نانسي قنقر